شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أحدى القضايا المهمة التي تناولها علماء الفقح في علم الفقح وعلماء الأخلاق في علم الأخلاق وتناولتها أيضا بعض العلوم الميدانية الحديثة هي قضية البواعث هذه القضية تتعلق بحياتنا العملية منذ أن نفتح عيوننا في الصباح وإلى أن نغمض عيوننا في الليل كل فعل اختياري يصدر منا فإنما يصدر بباعث معين هذه البواعث يمكن أن ننوعها إلى خمسة أنواع ونحن يجب أن نفكر أن كل فعل اختياري مرة الفعل مو اختياري واحد في حالة النوم يحرك يده ربما لا يكون هذا اختياريا ولكن الأفعال الاختيارية يجب أن نفكر أن الباعث الذي يكمن وراءها أي واحد من هذه البواعث الأول أن يكون الباعث القوة الشهوية النوع الثاني أن يكون الباعث القوة الشهوية النوع الثاني القوة الشهوية تكون هي الباعث أو القوة الغضبية تكون هي الباعث لعلنا كما يبدو لنا نتمكن أن نقول إن أغلب الأفراد إن أغلب الأفراد أغلب أعمالهم تنبعث إما من القوة الشهوية وإما من القوة الغضبية يقال إنه مر ملك تكون على درويش درويش يعني رجل فقير ما إلى شغل بالدنيا أعرض عن الدنيا أكو كثير من الأفراد أعرضوا عن الدنيا لأنهم مثلاً عرفوا حقيقة الدنيا ورأوا أن هذه الدنيا لا تستحق أن يبذلوا لها نفوسهم هذا درويش كان نائم في الصحراء الملك مر مع جيشه ووقف على ذلك الدرويش الدرويش لم يعتني بالملك فالملك غضب الملوك عادةً عندهم حالة التجبر التكبر وإذا بطشتم بطشتم جبارين فغضب الملك وقال هل تعرف من أنا؟ الدرويش قال نعم أنت عبد عبدي قال وكيف؟ قال لأني مالك لقوتي الشهوية والغضبية وأنت عبد لقوتك الشهوية والغضبية فإنت عبد عبدي القوة الشهوية عبدي وأنت عبد هذه القوة الشهوية هذا هذا مو فقط في ذلك الملك أكثر الأفراد في أعمالهم ينطلقون من هاتين القوتين وفي حديث على ما ببالي عبد الشهوة أذل من عبد الرق العبيد اللي كانوا قديم اللي الآن تحولوا إلى خدم خدم مفهوم آخر غير مفهوم العبيد هذا الذليل لأنه يجب أن يركض طول عمره لهذه الشهوة النوع الثالث أن يكون الباعث القوة الوهمية هذه قوة قوية شديدة لكن مو موجودة عند الكل موجودة عند بعض الأفراد تعلمون أن ملايين البشر قتلوا لأجل إرواء هذه القوة القوة الوهمية الآن الملايين في العالم الذين قتلوا الذين يقتلون الدماء اللي أريقت الأطفال الذين أوتموا على أثر هذه القوة القوة الوهمية قبل كم يوم توفي أحد كبار الأثرياء في منطقة ما من العالم لا أذكر تلك المنطقة أحد الأخوة كان هناك هذا الرجل كان يملك المليارات ومع الأسف كان يسمى مسلم هذا الرجل أحد الأخوة كان في ذلك البلد قال ذهبت إلى فاتحته يقول كنت أقرأ القرآن أو كنت أريد أن أقرأ القرآن كان هذا الرجل الذي بجانبي قال كلمة سلبت من الراحة إلى أيام كلش كنت متأثر وتلك الكلمة هذا التاجر الذي يسمى مسلما والذي يملك المليارات قال هذا الرجل هذا الرجل بالنتيجة مات ولم يحج يقال له عند موته موت إن شئت يهودياً وإن شئت نصرانياً شنو هاي المليارات؟ وهم الرجل قاعد في مكانه الثروة موجودة في البنك هذه هناك قضية وهمية يقال لها الملكية ملك يعني شنو؟ وهم يعني أكو حبل موجود بين هذا المالك وتلك الأموال اللي في البنك لا أوهام أوهام الملكية إش قد هذا الرجل كان يأكل؟ إش قد كان يشرب؟ إش قد كان يحتاج من هذه الأموال؟ هذا مقدار حاجته الحقيقية البقية كله واهم الآن يجب أن يجيب الله تعالى على كل على كل ذرة ذرة مما كان يملكه هذه الدول العظمى التي تقتل وتنهى وتدمر البلاد والعباد وهم ليش؟ أوهام العظمى وهم قيل لمعاوية لماذا قاتلت عليا؟ صلوات الله على علي كان قديم كان قديم مهر تدرون مهر هذا الشيء اللي يمهر خاتم في أسفل المكاتب مراجع التقليد شايفين عندهم مهر قال حتى يكون مهري مكان مهره معاوية راح وأوهام العظم راحات والمكاتب اللي كان يمهرها ذهبات هذا هو النوع الثالث النوع الرابع أن يكون الباعث القوة العقلية العام حفظه الله كان يمثل بمثال لطيف كان يقول واحد عنده زوجة تؤذيه في البيت القضية طبعا أحيانا المرأة تؤذي زوجها وأحيانا الرجل يؤذي زوجتها أحيانا المرأة لا تعاشر زوجها بالمعروف وأحيانا الرجل لا يعاشر زوجته بالمعروف وأحيانا القضية تكون طرفينية الرجل يفكر أنه إذا يريد أن يرد بالمثل نظام حياته يختل الرد الرد ورد الرد هذا الرجل يوقع في دوامة من الفعل ورد الفعل يقول أفضل شي من الناحية العقلية أن أعاشرها بالمعروف إذا قالت إذا قالت لي واحدة لا أردها بواحدة أو بعاشر أغضي حتى أرتاح في حياتي هذا الباعث ما هو؟ باعث عقلي العقل يأمره بذلك واحد مع المجتمع يدار المجتمع لكن ليش يدار المجتمع؟ لله يدار المجتمع لأن الله أمر بذلك أو يريد يرتاح في حياته ما عنده خلق مشاكل هناك فرق هذه قضية أدق من الشعر ما هو الباعث؟ هل الباعث هو الباعث العقلي؟ أو هو النوع الخامس وهو الباعث الإلهي؟ الباعث الإلهي الشيء الذي يبقى لنا ما كان باعثه متمحض في الداع الإلهي وإلا بقية الأشياء كلها تذهب وتنتهي ما عندكم؟ ينفد إذا الباعث القوة الشهوية الغضبية الوهمية العقلية هذا كله يدخل في إطار ما عندكم ما عندكم ينفد وما عند الله باق نحن باقون الرواية المروية تقول لعلها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خلقتم للبقاء لا للفناء فنحن باقون بإبقاء الله تعالى إذا ربطنا الباقي بالفاني الفاني ما هو؟ كل ما كان باعثه القوة الغضبية الشهوية الوهمية العقلية الباقي الباقي يبقى والفاني ينتهي واحد يروح إلى الآخرة كل شيء ما في إيده هذا ركاض من الصباح إلى الليل للمال للمال المال ينتهي مثل إذا النظام انتهى وإن تعدكم عمولات ورقية من النظام البائد في النظام الجديد إذا النظام الجديد سلب الاعتبار من النقود القديمة بعد أي قيمة ما إلها هذه النقود تنفع للنظام القديم مو للنظام الجديد بالآخر نظام جديد أكود ذهب ماء القيمة فضة ماء الهقيمة الأرض تخرج أثقالها ومنها الذهب والفضة والمجوهرات أي قيمة ما إلها فيأتي الباقي وما عند شيء أما إذا ربطنا الباقي بالباقي الباقي أنت ونحن وأنا والباقي وما عند الله الباقي الباقي يأتي ويده مليئ نحن نحن في كل عمل نعمل يجب أن نفكر أن هذا باقي أو فاني مقياس البقاء أن يكون الباعث باعثاً إلهياً محضاً أنقل لكم هذه القضية وأختم بها الموضوع عالم ألف كتاب طبعاً أحياناً الكتاب عند العالم الذي تعب على كتابه يكون كولده هكذا ينظر إلى كتابه يتعلق به ينشد قضى مدة طويلة في كتابة هذا الكتاب في يوم الأيام جاء رجل وأخذ هذا الكتاب إما سرقة وإما استعارة ولم يعد الكتاب العالم بعد فترة رأى أن هذا الكتاب طبع ولكن باسم من؟ باسم ذلك المحتال السارق الرجل أخذ الكتاب وطبعه باسمه المؤلفون يعرفون ماذا أقول ما هو إذا إحنا كنا في مكان هذا العالم ماذا كنا نفعل؟ كنا نقيم الدنيا ولا نقعدها جاء هذا العالم إلى بيت ذلك الرجل المحتال وقال وقال له أنا كان هدفي أن تنشر هذه الأفكار وقد نشرتها هذا الكتاب له مجلد ثاني خذ هذا المجلد واطبعه أيضا إذا بنينا مسجداً لا نتوقع أن يكتب عليه بناه الوجيه الماجد فلان ربما واحد يعمل هذا العمل لتشويق الآخرين لتشويق الآخرين ما يخالف ولكن الله تعالى مطلع على دقائق النوايا إذا واقعاً بنى هذا المسجد حتى يكتب الوجيه الفلان فقد أخذ أجره ويوم القيامة يأتي والعياذ بالله صفر اليدين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وفي الحديث الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي سليس اشتركوا في القناة